المقصود من عبد مقصود يا بش مهندس المقصود ده اترشح من عدة أشهر ومش هو بس يعني يمكن كمان قبليه بشهرين ثلاثة اترشح أكتر من لاعب يلعب في قطر مصري الأصل وكلهم فيه ترانسفير وعايزين يرجع اللي من المنصورة أصله ولي مش عارف منين كذا لاعب يعني وكلهم فيه يا إما أربع لعيبة هم منهم عبد مقصود يا في مركز السلوبر يا في مركز مدافع الوسط بالمتابعة انت حتجيب لعيب قبلي ترانسفير وكل حاجة خلاص بس لما تيجي تجيبه لانت تعرف ان عنده فرص على لعيبة اللي عندك أو انه في سنه يخليك تستنى عليه سنة قبل ما ينضب أو سنتين عبد المقصود سنه مش كده وكلام انه هو خد في مرحلة ما أفضل لعفاته وسط ودي سابتة لكن كمان المعلومات اللي عنده لازم تبقى مع الجهاز الفني بالسديهات بالكلام ده انه هو حييجي عشق يعني تما كله بالي جيه عشق كده هو ده جاي عشق يدخل في الترس على طول لان سنه مش صغير أيوه ده مش للمستقبل هو لعيم كويس هو لعيم كويس بس كويس أحسن من مين عندك أيوه وطريقته في اللعب طريقته في اللعب حتناسب هنا ولا الدور القطري دور القطري لا خصوصية ما فيش جماهير ما فيش ضغوط ما فيش حاجة انت عندك هنا مسؤوليات انك انت اللعب لازم يؤدي ولازم يؤدي بشكل جماعي ولازم يؤدي بشكل خططي يكون عنده المهارات اللي تخليه يتفوق على عندك ولو جبته حيبتدي يقولك ما مصير ناصر ماهر مما اللي هتعمل ايه ناصر ماهر ومصير رحمد حمدي وانت عندك السلية ومصير اكرم توفيق فلازم يكون متفوق قوي عن دول انا لن اصادر على رأي الجاهز الفني لكن فكرة ان الجمهور مرة واحدة طبص يتلاقي اتحول ايه لحالة واللي يقولك فشل وازاي وما تعرفش زاي ما تعرفش تتعاقده الراجل جايت عشان اطمنهم ما عندوش مشكلة لو لها لي عايزوا بكرة هيبقى موجود بكرة في النادي الاهل المحاك والفايصل فين هنا رأي جاهز الفني في مدى احتياج الفريق والصفاته منه الان ومستقبلا يعني يا جماعة لو تأيد يبقى انطبقت عليه الشرطين دول لو ما تأيدش تزعلوا عليه ايه اذا كان الجاهز الفني اذا كان الجاهز الفني مش شايف النقطتين دول ينطبقوا عليه هاتجبوها بقى قضية ومشكلة ونقحم بأمور الاهل فيها ليه هذه صناعة اعلامية مشكلة بصناعة اعلامية ابتد نكبر 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 نرجع تاني رامو دياز ليه اعتبروا الناس كامران دياز مش جاي النادي الاهل ليه لان قبلها المنقذ 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 الاوحد الاوحد وجد الله طوالعالمي فتصورت ان الدنيا نهارت لما مجاش مع ان فيه في الوقت ده كان قناع خلاص من اللجنة ان مش هو ده اللي حييجي عايزين نفكر ان فيه ناس يا اخوانا مسؤولة والله ولعيبة تقيلة ولعيبة لعبة كورة وحجمه كبير وحرسين اولهم ينجحوا حرسين اولهم ينجحوا واهلوي يعني مش هو ده الليته يعني مش ممكن وانت قاعد على الكيبورد بتاعك هتبقى حريص وشايف واكسر انك بتفهم الكورة احسن من الكبات ان الكبار دول من حقك بتحب الاهل اكتر من الكبات دول عندك معلومات ودرايا بس ما تجردهمش من دي انت من حقك تكون بتحب الاهل وتفهم وعندك ثقافة لكن ما تجردهمش من حتة انه يقدروا يختاروا وما صح خاصة لاعب مفوش صراع عليه لاعب انتقال حر بين المشكلة هنا اشتركوا في القناة